نحن أثناء الحمل نستطيع تعديل مرض أصيب به الجنين ولكن قبل نحن أثناء الحمل نستطيع نعرف عن هذا المرض هناك فحص دم N-I-P-T يمكن أن نأخذ عينة من دم الأم التي يكون فيها حمض الوراثة أو حمض النوع للجنين يمكن أن نبدأ من أسبوع الخامس ويكون كثافته عالية في أسبوع 11-12 نأخذ منها ونعرف أن هذا الجنين مصاب بأي مرض إذا كنا منعرفه أو حتى المتلازمات الشائعة مثل متلازم داون إدوارد باتاو هذه المتلازمات اللي موجودة في مجتمعنا أو شائعة الحدوث نحن نستطيع أن نعرفها هذا في بحص الدم الأمراض الوراثية تنقسم لعدة أقسام هي أمراض التي تصيب الصبغات الوراثية أو الكروموسومات أو تصيب الجينات أو الجين المورث الذي يمكن أن ينتقل من جيل إلى آخر الصبغات الوراثية تنقسم كمان إلى أعداد ممكن أن يكون فيها مشكلة في الأعداد اللي هو من نقص أو زيادة أو في ترتيب هذه الصبغات الوراثية الكروموسومات وهذا يصير فيه نقل لبعض أمراض محددة أو متلازمات محددة للأطفال المولدين حديثاً كمان ممكن يكون فيه جين المورث وهو جين المورث اللي إحنا بنحاول في بعض عائلات يعني في عنا في مجتمعاتنا تختص في بعض بلدان عن أخرى في عدد الأمراض اللي موجودة أو فيه ليستة محددة في هاي الأمراض الموجودة في الجين المورث أو أمراض الجينية في الأردن فيه عنا مشاكل فيه متعلق في التلسيميا مشاكل في التعلق في سكلسيل أنيميا وبعض أمراض أخرى يعني عنا ليستة محددة موجودة في هاي الأمراض اللي هي ممكن إحنا نورثها مننا إلى الأجيال القادمة هاي مجموعة الأمراض تختلف من الأمراض الورثية عن أمراض اللي هي بسميها يعني بصير في خلق في بعض أحيان اللي هم نحكي عن أمراض الورثية والتشوهات الخلقية الممكن تحدث عند هاي الأجنة ناتج عن ضرر يحدث في أول ثلاث أشهر الأولى من فترة الحمل هي أكثر فترة ممكن تعرض فيها الطفل لأي عوارض خارجية أو أمراض مزمنة عند الأم فبتشير في عنا أمراض خلقية أو أمراض خلقية أو تشوهات خلقية عند هاي الأطفال لكن الأمراض الوراثية اللي هي إحنا موضوعنا واللي حابين نحكي عنه اللي هو موجود في مجتمعاتنا وكيف إحنا ممكن نتفادى منه نعم وهون هذا هو السؤال كيف ممكن تلافي هذه الأمراض الوراثية هل تلافي الأمراض الوراثية إحنا في عدة طرق أول شيء نجب نحكي عنها هل هذا بيحدث ما قبل الزواج عند قرارنا أنه إحنا من نروح على مرحلة الزواج في بعض في بعض أمراض إحنا معرفة إلنا أو مسكون إلنا مدروس إلنا بنيجي إحنا بنبحث فيها واللي هي أمراض الشائعة زي ما ذكرنا زي التلسيمة أو الأنيمية المنجلية زي السيكلسي الأنيمية هاي الأمراض الموجودة في مجتمعاتنا وصار في قرار في الدولة أنه إحنا نبحث فيها زي ما قبل الزواج نروح نبحث عن أنه موجود فقر الدم في البحر الأبوض المتوسط هذا تلازم فقر الدم في البحر الأبوض المتوسط يعني منقدر نبحثها هاي هلأ احنا منقدر نعمل فحوصات محددة لهاي العائلة قبل الزواج وممكن في بعض احيان احنا نعمل اشي تاني انه في بعض امراض او في موجود في هاي العائلة في السير المرضي عند اخوانهم عند اجدادهم في مرض وراثي محدد مثل فقدان السمع الريسسف او في اللي هو ممكن يكون في امراض اخرى مورثة نيجي احنا نروح نبحث عن المرض الجيني او الجين المصاب او الجين المورث عند هاي العائلات فيه هلأ الان موجود والحمد لله وفي الارض نتوفر في بعض المختبرات العالمية بالتعاون معهم نقدر احنا نعرف الجين المورث لبعض الامراض احنا اذا عرفنا الجين المورث لبعض الامراض نقدر نتعامل معه في المستقبل في عدة نواحي اما عن طريق الكشف المبكر اثناء فترة الحمل الاولى اللي هو لحد الاسبوع الـ 12-13 من الحمل يعني في بداية ونهاية الشهر الثالث او احنا منقدر نحكي لاحقا انه احنا منقدر نعرفه مسبقا اذا كان في حقيقة في مرض ومرض جدي انه نيجي نعرف عنه في عينات محددة من الاجل لقبل ارجاحها نعم يعني احنا هون عم نشوف بعض الصور اللي خاصة باشي المراحل لاطفال الانبيب مضبوط تمام احنا ليش حكينا انه هل ممكن نتفادى بعض الامراض الوراثية او تلافي الجين المورث ببعض الامراض الوراثية عند العائلات نعم ممكن عن طريق برامج مساعدة الخصوبة والانجافة برامج اطفال الانبيب والان الحمد لله في ناجحات كبيرة في هذا المدمار احنا درنا ننجح في علومنا انه احنا نتلافى او نتواقى من الامراض الوراثية بحيث انه احنا صرنا نعرف الجين او المتلازم الصبغية المورثة نعرفها مسبقا ونروح نفحص هاي الاجنة في برنامج الاطفال الانبيب بحيث انه احنا نأخذ البيضات من الام والحيوان المنوين من الاب تم تخصيب هاي البيضات وصير في عنا اجنة هاي الاجنة يتم فحص على اليوم الثالث او اليوم الخامس من عمرها في مرحلة المضغة والعلقة البلاستوسيست او بعد تكون الخلايا اكثر من ثمن خلايا نأخذ جزء من هاي الخلايا ونفحص هاي الخلايا ونعرف انه في موجود في هاي الاجنة هذا المرض الوراثي ومننحي هاي الاجنة المصابة ومنرجع الاجنة السليمة عشان تواقع من هاي الأمراض لأنه في احنا عنا مجموعة من الصبغات الوراثية اللي هي ممكن يكون متنحية اللي هو يكون بسيطة نسبة حدوث فيها 25% ممكن يكون سائدة اللي هو ممكن يكون نسبة الإصابة فيها 50% احنا قدرنا نتلافى هاي المشاكل عن طريق برامج مساعدة للخصوب والإنجاب خاصة في برامج أطفال الأنابيب إنه نقدر نفحص الأم والأب قبل الزواج أو الأم والأب أثناء بعد الزواج نفحص ونعرف الجين المورث أو الكرموسوم المورث بعد ذلك يتم فحص هاي الأجنة في برامج مساعدة للخصوب والإنجاب عن طريق برامج أطفال الأنابيب وارجع الأجنة السليمة هذا ساعد كثير من العائلات إنه تلافوا المشاكل والأمراض المصابة وكمان ساعدت الدولة في الوقاية من هاي الأمراض وخففت الثقل والعبء الموجود على الدولة في عناية في هذول المرضى اللي هم مرضى مزمنين أو يعانوا فترة طويلة والمجتمع والعائلة تعاني منهم نعم دكتور حضرتك ذكرت تلسيميا وذكرت مثلا أمراض أخرى ولكن فعليا أنتوا ساعدتوا أيضا أطفال عندهم العديد من كان ممكن يكون عندهم العديد من التشوهات ربما الخلقية أو يعني يكونوا أطفال ذوي احتياجات وإنتوا قدرتوا أنكم تساعدوهم بحيث أنكم عدلتوا خلال الحمل صح؟ أثناء الحمل نستطيع تعديل مرض أصيب به الجنين ولكن قبل أثناء الحمل نستطيع أن نعرف عن هذا المرض تمام هناك فحص دم الني بي تي ممكن نأخذ عينة من دم الأم اللي يكون فيها أصلا هي حمض الوراثة أو حمض النوع للجنين نعم ممكن نبلش من أسبوع الخامس ويكون الدرجة أو كثافته عالي في أسبوع 11-12 نأخذ منها ونعرف أن هذا الجنين مصاب بأي مرض إذا كنا منعرفه أو حتى المتلازمات الشائعة مثل المتلازم داون إدوارد باتاو هذه المتلازمات اللي احنا موجودة في مجتمعنا أو شائعة الحدوث احنا مقدر نعرفها هذا في بحص الدم وكمان ممكن نأخذ خزعات محددة من مشيمة الجنين على الأسبوع 12 يعني على نهاية الشهر الثالث أو في الأسبوع 14-16 من السائل الأمنيوسي ونعرف إذا موجود هذا الجن مصاب أم لا شو ممكن نتلافق؟ ممكن أولا نحضر العائلة نفسيا ممكن أنه إذا فيه ممكن نعمل جراحات متقدمة لاحقا عند الولادة أو أثناء الحمل أنه نعدل من في فيتال ميدسين أو بسموه علاج الأجنة أو جراحات الأجنة الآن في متقدمة في بعض المناظير الخاصة ممكن إحنا نعدل في بعض الأعضاء أو نعمل جراحات عليها في داخل بطن الأم أو عند الولادة يكون محضر طاقم كامل إنه إذا ممكن تحدث بعض جراحات في بعض عائلات هنا فيه مسألة قانونية وأخلاقية لسه تحت دايبت يعني إحنا عم نناقص فيها نعم إنه هل ممكن إذا عرفنا في عمر مبكر لمرض وراثي هل ممكن إجهاض هذا طبعا بحتاج لقاش طويل ولسه مش بأخوذ فيه قرارات إنه إذا فيه أمراض وراثية محددة إنه إحنا ممكن إجهاض هاي الأجنة وهذا نقاش يتبع فيه قانون والشرع وهو تحت الاستفسارات حتى الآن مش مبت فيه لكن إحنا نقدر نساعد العائلات مسبقا إذا كانت معرف الأمراض الوراثية فيه برامج أطفال الأنابيب إنه نتلافوا أصلا الحمل المصاب نعم نتلافى بالجنين نتلافى الحمل بالجنين المصاب نعم ولكن فحص المشيمة عادة كمان هو لازم للسيدات بعد عمر معين مضبوط حتى لو ما كان عنده مشاكل وراثية ممتاز هلأ إحنا هذا اللي حكيت إنه فيه فحص دم الآن خلانا نستغني عن فحص المشيمة عن مشيمة نعم فحص دم في العمر في الأسبوع العاشر خاصة في الستات اللي عمرهم متقدم اللي كان زمان فوق 39 سنة هلأ بنحكي عن 36 سنة ما فوق إنه إحنا مقدر نعمل فحص دم لهذه الستات ونعرف كثير من الأمراض والمتلازمات الشائعة المعرفة في مجتمعاتنا ونقدر نبلغهم إنه فيه موجود أن هذا المرض هم بعد خيار خيارهم إنه في الأسبوع التاسع أو العاشر من الحمل يقدر نعرف هاي الأمراض إذا هي موجودة نعم يعني إحنا اليوم نتوقع الكثير من المستقبل هناك فيه أبحاث دائمة هناك فيه تطورات دائمة هناك فيه تقنيات دائمة فإيش التوقع للمستقبل؟ عظيم يعني أنا برأيي المستقبل عظيم إن شاء الله في علوم الجينات والجينتك انجينيرينغ يعني دراسة الهندسات الوراثية ودراسة الجينوم وهو مستقبل الجينات في مستقبلنا هو رح يساعد كثير من العائلات في المستقبل طبعا مش في وقتنا الحاضر أنا متوقع لمدى 20-25 سنة إنه يصير إحنا نعمل معظم الناس نحاول فيه علاجات أصلا إنه هو تعديل على الجينات المصابة لبعض عائلات المورثة في بعض أدوية ممكن نستخدم الآن جاري وصار فيه نجاحات في بعض أمراض محددة في مجتمعات أخرى وصار في بعض شركات تقنيات عندها وجود هذا الأدوية إذن هو التعديل الجيني في بعض الأدوية نستخدمها ممكن نستخدم زيد استخدام وسائل مساعدة الخصوب والإنجاب في أطفال الأنابيب وتعديل الجيني ورح يكون فيه عليه حقوق للبشر إنه عدلوا الجين المورث لبعض أمراض إنه يتعديل إلوه في برامج المساعدة للقصوب والإنجاب حيث يكون الأطفال سليمين فيه مستقبل رائع في هذا الموضوع الجيناتك إنجينيينج الآن علم مواسع كبير نعم عم بتحدى صعوبات كثيرة دراسة الخارطة الجينية للبشر ما اكتملتش طبعا قبل 15-20 سنة لكن الآن فيه تطوير عليها كثير عم يدرس هذا الموضوع فيه موضوع منه جزءه هو ثقافي إثكال فيه فكري فيه منه موضوع هو علمي وحضاري رح يطور إن شاء الله رح يكون فيه كثير من العلاجات لأمراض مزمنة مثل ضغط السكري أو الكانسر عم بنشغل على هذا الموضوع بكثافة جدا والمستقبل أعتقد إله يعني أنا إن شاء الله أحضر هذا المستقبل أقول لي جزء منه لأن المستقبل قادم بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور هلال أبو غوش لوجودك معنا ولكل هذه المعلومات الرائعة الله يرضى عنك شكرا لكم